طيب اتكلمنا في البداية على موضوع الجهاز الفني او الموديل الفني الجديد للنادي الاهل واتفقنا انه يعني بعد يعني خدوا بالكو برضو في حاجات كتيرة جدا بتأثر بشكل او باخر منها ما هو مفروض عليك طبعا فكرة تأخر المواسم في مصر هنا لثلاث سنين على التوالي بتربك الحسابات بشكل كبير في فكرة استقدام لاعب او استقدام جهاز فني انت عندك الموسم بيخلص في توقيت غالبا غالبا معظم المواسم بدأت في الدنيا كلها وبالتالي الناس اللي تعاقدت تعاقدت وبالاخر بالاضافة للجزء تاني اذا كنت بتدور على سيفي محترم يعني اذا كنت عايز تجيب اسم كبير عندك نوعين من العوائق يعني فيه عائق اول مرتبط بالبجت وطبعا اي سيفي كبير هيتطلب رقم كبير انت طبيعي جدا ومفهوم جدا وده العادي في اوروبا الجزء التاني انك انت فكرة انك تنزل من اوروبا لأفريقيا دي شوية شوية بتبقى فيها صعوبة حتى وان ارتبط ده باسم نادي الاهلي يعني اسم الاهلي ما فيه شك انه نادي عالمي انت بتتكلم على نادي الانكينج بتاعه النهاردة نهاردة وانا بتكلم مع حضراتكم انت الانكينج بتاعك على مستوى العالم مش تعرف برضو انت واقف فين في موسم سيء على مستوى البطولات والالقاب يعني انت السنة دي ما حققتش اه وصلت لنهائي دوري ابطال اه يعني كنت بتنافس على بطولة الدوري وصلت لمرحلة نهائية في الكاس بس لكن على مستوى القام حققتش ورغم ده انت الانكينج بتاعك على مستوى العالم 78 النهاردة وبالتالي انت بتتفوق يعني بتتفوق على عدد كبير جدا من الاندية اللي بتلعب في الدوريات الخامسة الكبرى سيبك بقى مش هروح امريكا الجنوبية مش هقولك بالميراس وبوكا جونيوز وريفر بلايت واندية برازيل واندية الارجنتين ومش هقولك بقيت انديت اوروبا او دوريات اوروبا زي مثلا هولندا وحد ينكر انه فولندا انديا محترمة جدا زي اكس وفاينرد وايند هووفن حد ينكر انه فبلجيكا في refrigerator في toothbrush مثلا اندر لاخت البلجيكي حد ينكر انه فتركيا في انديا كويسة مثلا زي بشكتاش زي جارة سراي هذه انديا كويسة برضو او دوريات الى حد ما اكيد يعني فوق الدوري المصري لكي أكلمك على الخمس دوريات الكبرى أكلمك على دوريات في أسبانيا في إنجلترا في فرنسا في ألمانيا في إيطاليا أكبر خمس دوريات في العالم احسب كده متوسط عدد الأندية اللي بتشارك فيها هتلاقيه تقريبا داخل في 90-95 نادي انت النهاردة في موسم ما حققتش فيه حاجة لا يا الأهل لو كان كسب السندي دوري أبطال أفريقيا كان كسب الدوري كان بالتأكيد الرانكينج بتاعه 78 ده خدوا الحتة كويسة جدا وما زلت الأول طبعا على مستوى أفريقيا والأول أيضا على مستوى مصر فحتى مع المكانة دي بيبقى فيه شوية صعوبة من الناس الكبيرة أو الأسماء الكبيرة أنها تفكر أنه تسيب تجربتها في أوروبا حتى لو معاني دي في المنطقة المتوسطة أو في المستوى المتوسط وتيجي بيبقى إلى حد كبير محتاج بقى فكرة الجديد فكرة التحدي جديد فكرة أنه ممكن يكون أدرب محترم جدا وعنده فكرة كويس جدا ومتمكن في الجزء دي بس ما حفيش رصيد من البطولات ما حققش بطولات فممكن يلاقي ده تشالنج أنه يجي يحقق منادي الأهلي وخصوصا أنه إنجازات الأهلي في المواسم الأخيرة على أعلى مستوى سواء على مشاركته مع كبار العالم في بطولة كاس عاما أو على مستوى مشاركته مع دوري أبطال إفريقي وخصوصا أن الموسم الجاي برضو استثنائي بنتكلم على مسابقة كبيرة جدا في أفريقيا اسمها السوبر ريج فبالتالي الحاجات دي كلها بتتدخل إلى حد ما في فكرة التفاوض ترجمة نانسي قنقر